مثل الاسم ار طرف الاسم ار اللي هو هيدا ببلش يأكل ويطلع اصوات في عالم ببلش تسمعون في كثار بيحبوها هيدا انا معا بحبها بس في الناس عندهم فانتيزي يعني مثلا في اشيه على اليوتيوب يا مثلا بيكون واحد عم بيصلح ساعة قديمة بيقعد ساعتين يصلحها وفي اشيه من هول عالم تحب الاسم ار اسم ار انه حدا عم يهكل ويقرمش ومدرشوه بيجيبو مليونز فيوز اي نو وبشاين اكتر شي بيحبوها هدول اللي بيأكلوا كتير انا بحب حضرهم اللي بيأكلوا كتير بس مش الصوت هدول هدول لا هوليك الصوت بيعلو المايكروفون على الاخر اه لا اوكي وبشوا يعملوا اصوات حتى اصوات اللي خرمش او 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 كانت صدقيني يعني العالم غريف ايه اللي في عالم اه او ماي جايد بس شو بتحب هول اللي بيأكلوا ما في مدرش ااا اكتر شي عم شوفونا على التيكتاك لما يكونوا مثلا كابلز او وان بيرسن بيحطوا اداما كمية كبيرة من الاكل بيصيروا ياكل وياكل عن جانا لانه انا ما عم بقدر اعمل ايه. ما عم بعرف اي دونه بس اه مستغربة يعني ما عرف. لك هو فعلا يعني في العالم بتستمتع باشيه معي. في عالم بتسافر مع بلوگرز مثلا بتسافر معهن انه كون عم يحضروا السفر تبعهن على اليوتيوب. وحتى الولاد بيتأثروا كتير بهالقصة. صح. انه بيشوفوا عائلة صاروا بلوگرز وصاروا كتير يدفع لهم المصاري. بيكون عائلة عندها ولاد وصلا صاروا يعني ولادهم مشهورين وصير روحوا على بلاد وياخدوهن على سفريات فبتلاقي الولد بعيش هالرحلة. يكون حرام منه يمكن منه قادر يختبره هو. احنا بلشنا. هو عالم السوشيال ميديا الان. صار غريب عجيب بالنسبة للفترة اللي احنا مرينا بيها قبل. يعني. لما بقول قبل مش خمسين سنة بس يعني حلنا نتكلم على آخر عشر سنوات. يعني اللي قاعد نشوفها اليوم آخر ثلاث أربع سنوات. يعني أشياء جديدة جدا علينا. آآ مو ضدها أنا بس آآ مواكبتها صعبة. لأنه واحد لما يكون حاطط لنفسه آآ شخصية معينة. بيصير يستصعب هذا النوع من 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 الأشياء اللي جاعدين نشوفها بالتيك توك بالسناب بالسوشيال ميديا بس فعلا. هيدا الكونتنت بس هو يعني يا أما أجيال يا أما قصة أجيال مختلفة بعضها. آآ أو بدي أسألك سؤال من هوني قديه سستينبل قديش مستدام النجاح الفنان بشكل عام. وهلأ بهالوقت. بهالوقت. مع السوشيال ميديا قديش صعبة على فنان هو مرسخ حاله بفنه بس عم بلاقي إنه ممكن تكون علاميا ما عم ياخد حقه لأنه مش عم بيواكب هيدا الشي الجديد. آآ راح أعطيك أمثلة أحسن عشان آآ إذا شقد ما تكلمت تقول لك لا أكد سوشيال ميديا مهمة بس اليوم في العديد من الفنانين بس ما دخلهم بالسوشيال ميديا ولا هم أصلا ديفرجون حياتهم ولا مطلعين شي عن حياتهم ونجاحهم بعد كبير جدا ويعني مثلا يوم نتكلم عكاظم الساهر خلنتكلم عراشد الماجد خلنتكلم عمحمد عبدو خلنتكلم عماجد المهندس كثير فنانين يعني حتى إليسا حتى مثلا في كثير فنانين اليوم ما عم نشوفهم داخلين لا بتيك توك ولا بقى بعرفة ما ما داخلين بس اليوم لما بيصير في حفلات أو جسمي أو 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 بتلاقي كمية كبيرة من من الجمهور جاي يحضره وبعد ما وجود في في بالهم وبعد ما وجود في قلبهم وفي محبوب فنهم فما أتصور إنه مئة بالمئة هذا الموضوع ممكن يأثر على الفنان بالأخص الفنان اللي أريدي مثبت نفسه من زمان وعنده جمهورة الوفي أعرفت الآن حتى نتكلم مثلا شوي ما حاب قول قديمة هي اليوم عنده جمهورة إلى اليوم بس يعني اللي بالنص هما هما اللي شوية عندهم شغلة صعبة يعني أعرفت اللي مثلا مثلي أنا مثل كثير فنانات أو فنانين أنه إحنا من الجيل من جيل الشباب بس مو من جيل يعني اللي قبل سنتين ثلاثة طلع في السوشيال ميديا في محاولة مواكبة لأنه إحنا بتدينا بالإنستغرام إحنا بتدينا بالسناب شات وإحنا بتدينا بالتويتر بس اليوتيوب واليوتيوب كان طلع في فترة بس بس أنه عرض أغاني عرض ريبورتاجات بس اليوم مثلا نصرنا نشوف لا الناس تفرجي حياتها تفرجي كل أمور هالشخصية في التيك توك في اليوتيوب يعني كثير مظبوط بس أنت ذكرت هولي أسامي أوريدي يعني خلص وصلوا لمرحلة صار عندهم انتشار وكبار وجمهورهم من العالم يعني الجيل شوي من عمرهم أو أقل شوي بس مثل ما قلت الأشخاص اللي ينبلشين بعضهم جديد أو اللي هني مش بعضهم جديد اللي عم نحكيه بالنصف بالنصف مش في جديد لأنه الجديد بيصير عنده سهل يقدر يدخل بهيدا نعم بفوت نفس الأسلوب بس اللي مثلا بعد هيدا الجيل بسنوات يعني مثلا كلها الجيل أنا براها بعشرين سنة يعني عرفت شلون ابتديت فهنا مثلا احنا طلعنا بأول كونسب برنامج رياليتي هو استراكاديم هذا أول كونسب رياليتي في الوطن العرب مضبوط بس هو على التلفزيون عم تلاقي إنه جمهور جديد عم بيكون أصلا مش عم يحضر التلفزيون صحيح فقدي هيدا الشي عم بشكل على المادة اللي عم تعملوها إذا كان حتى الأغاني عم بتتقطع عم بتكون صغيرة أو مثلا تيك توك والسوشيال ميديا بياخدوا مقاطع العالم وبينزلوها بيعمل ضغط عليك إنه أنه أنت مضطرة تعملي هالنوعية من ال نعم ما يعمل ضغط علي بالعكس يعني أنا ما عندي مشكلة اليوم مثلا في الأغاني اللي أنا بقدمها أو حقدمها إنه أخد منها مقطع وأعمل مثلا تشالنج جمال تيك توك عرفت إنه بس حيعملو بطريقتي يعني وبشي بيشبه شخصيتي لأنه إذا بروحوا دي شي ما بيشبه شخصيتي حيصير علي كثير انتقادات حقيقة هلا أنا من النوع تعرف يعني كل يعرف أنا ما بيهمني كثير يعني مو انتقادات اللي ما إلا معنى بس أحب أكون في منطقة إنه بين الشبابية وبين شخصيتي يعني اللي تشبه شخصيتي لأنه إذا حعطي شخصية ثانية الناس ما حتصدقني ما بقدر حط شي إنه أنا الناس ما حتصدقني فيه في لكم حقوق بالكونتنت اللي عم ينحط شي زي يعني بشكل عام كفننين لكم حقوق بالكونتنت لما نحنا من نزل الأغاني من تيك توك فيه إلا حقوق شوف حقول لك شغلة هو نورماللي شو بيصير اللي بيصير أنه مثلا اليوم أنا إذا هي من إنتاجي أو إذا من إنتاج شركة إنتاج إذا شركة إنتاج بتكون مثلا هي بتعمل يعني لكل التطبيقات اللي معروفة بالآي تونز أنغامي وا 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 عدة عدة تطبيقات اللي معروفة غنائية وهذا هم نفسهم هم بيعملوا للتيك توك للسناب شات ده تشوف بالإنستجرام وتشوف المقاطع مو إحنا مباشرة عرفت يعني هيك بتصير يعني لائما في شركة توزيع هي اللي بتقوم بهالمهام بيكون الفنان مضى وياها أوكي هي بتاعت الحقوق وهي بتاعت الحقوق يعني إذا فيديو عمل ترنديج وضرب مليونز إنه بتلاقي إنه فيه نفع على الفنان لا لا أبدا أغلبية لا خلص أردي هو باعة كمحتوى هو باعة كحقوق ومحتوى نازل عنا بغض النظر عن الاستعمالة يعني فيه كتير ترنز بتطلع مه 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 أنا حتى بسمعت حتى مو فقط عند الفنانين حتى عند الكرييترز يعني شفت مرة واحدة شاف عم تعمل اسم عبير أتصور عم تحكي عم بيسألوها عند مثلا عم تعمل ريسيت وهي ده بببب عم بيجيها يعني مليونز فسألوها هل أنت عم تستفادي قال لا ما عم بستفاد بس هيدا بيعطيها شهرة إنه مثلا يجيها يعني ساعة تعمل دعاية يجيها مثلا بروداكت هي تكون سفيرته فنفس الشي بالنسبة يعني هيك أصلا الفنان نفس الموضوع عم يجي شهرة إلا إذا اليوتيوب فيها مثلا اليوتيوب الكل يعرف بيها بيدفع دايركت بس إذا الفنان من إنتاج الخاص إذا اليوم مثلا أنا عندي شركة إنتاج روتانا أو لايفستالستوديوز أو 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 لهما من تجي لي لأ فهم اللي حيحطوا عندهم في الصفحة طبعا وهم حيصير عندهم عندك صفحة اليوتيوب إيه طبعا لقليك إيه أوكي هاي دي بتروح دايركت لقليك إيه طبعا عندي إيه فيها أغاني طبعا من بدايتي بس آخر فترة قصد ملكك هم أنا شفتها بس أنه ملكك إيه ملكي أوكي طبعا إيه إيه طب شزا وين هالغيبة والله شزا وين هالغيبة عيد السؤال يعني تنسألي كتير اللي دائما نسألت والله شوف يعني كل واحد بيمر بمراحل بحياته كل واحد بيمر بأشياء بتحس أنه تحتاج تكون مع نفسك فيها وسواء أشياء يعني شي بيصير معك في حياتك جديد أو أنت بتكون مثلا في مرحلة معينة تعبت من الشغل تعبت من الحروب تعبت من ال فأنا حقيقة لتنين صار معي صار معي أنه أنا من 2007 من فوزي باسترا كالمي وشغل وكدح وليسنوات كثيرة كنت بشتغل وحدي وصار معي تعرف يعني كثير نجاحات وصار معي كثير مشاكل في في وسط هالنجاحات اللي أكيد أثرت على في فترة بعد سنوات طبعا أثرت على نفسيتي أثرت على وضعي كإنسانة كشذا أنه دا شوف أنه شذا كل شي دا تسوي للناس وكل شي دا تسوي بس هي ماذا تسوي لنفسها شي فشوية مو بعدت بس هي شي يعني صارت طريقة غير مباشرة أنه حبيت أنتبه لشذا مو لشذا حسن حبيت أنه أنتبه لنفسيتها أنتبه لطلعاتها شذا ببداياتها ما كانت تطلع حتى مطعم كانت استحي تطلع فيه كانت تخاف كانت هذا بعدين حسيت أنه دا أمشي في طريق يعني ميش مو ميش بح حقيقتي وأنا إنسانة أحب الحياة أنا إنسانة ما أريد شذا الإنسانة تروح أو تبتعد أو يعني تختفي أريدها تظل ترجع نفسها لحياتها وهذا اللي سويتها الحقيقة أخذت وقت مع نفسي أسافر أطلع أجي أشوف أهلي أكثر وممكن ما كان لازم كتير أخذ وقتي وراحتي بهذا الموضوع بس ما أندم على هيدا البريك اللي أخذته حسيت أنه كنت محتاجته واليوم أحس نفسي عندي أنرجي أكثر عندي متأهبة أكثر أنه أخذت معارك جديدة في الفن وفي البيزنس وفي الشغل بتلاقي إنه هيدا الشي مثل الريساشن نسميه نحنا أو مرحلة يعني بيوصل فيها الإنسان لأنه بيكون عم يتعب وخصوصاً يمكن المرأة بتوصل لمرحلة إنه بدأت عيد النظر بشغلة أو بمهنتها أو باحترافها إذا كان عصا عيد الشغل المهني العادي أو الفني المرأة عندها ضغط أكتر من هاي الناحية إنه بتقول أنا وصلت لعمر معين إنه الشغل عم بتعبني وأنا الحياة هلأ لازم مثلاً فكر بحالي فكر بتجوز فكر جيب أولاد هلأ الرجال ممكن يمر فيها بس الضغط عنده يعني أقل والوقت عنده مرتاح أكتر ويمكن فيه يتجوز ويعمل عائلة ويضل حاطة 80 بالمية من وقته على الشغل و20 بالمية ممكن للبيت المرأة ما بتقدر تاخد نفس النسب هاي دي نفس القرارة تحس إنه هاي دا الشي اللي خلاكي توقفي ممكن ما حقلك لا يعني ممكن إنه في فترة معينة لما حسيت إنه ممكن لقيت الشخص المناسب اللي حيعيشني حياة العائلة وحياة بيها راحة نفسية كنت محتاجتها فكرت بهذا الشيء وقتها بس اليوم تفكيري جداً جداً مغاير عن هذه الفترة اللي فكرت فيها هذا الشيء أولاً اليوم قاعد أفكر إنه أولاً لازم أنا أكون مرتاحة مع نفسي لازم أنا مستوعبة إنه برجل وبدون رجل الحياة تستمر تستمر هذا لا يعني أنا ضد الرجل في حياتي بالعكس يعني يعني رجل شيء جداً مهم وألا خلقنا يعني رجل ومرأة يعني حتى نتعايش مع بعض حتى نجيب أطفال حتى نكون عنا يعني بارتنرشيب مع بعض في الحياة بس تأكد إنه اليوم الوضع اللي أنا بحلم بيه ما موجود بعدي أنا من النوع كنت إنه فارس الأحلام والخيل الأبيض وحيطلعني من مود معين وحيعيشني في مود هذه كانت والله ما حكذب عليك ممكن بعد عندي هيدا الشيء فيه اللي أنا فكر فيه هذا التفكير اللي كنت عليه أنا بس لما تصطدم بالواقع تصطدم بالواقع الحقيقي إنه لا الموضوع موضوع مسؤوليات موضوع يحتاج تحس بأمن وبأمان مع الشخص اللي أنت وياه تحس أنت مع الشخص المناسب اللي تعرف إنه مثل اليوم مثل بعد عشر سنوات مثل بعد آخر يوم بعمرك رح تكون في أيادي أمينة معه الأمان هو أهم شيء في العلاقة والراحة النفسية فهذا الشيء اللي أنا ممكن صدمت بالواقع خلاني شوية خلاني أستوعب إنه لا الحياة مو دائما حلم أحنا نحلم حياة واقع وحتى إذا صار في شيء لازم يعني لازم يكون بالعقل وليس بالمشاعر أنت كتير رومانسية وحتى قلت بأحد المقابلات أنه أنت بتحب الحب حتى نفسك يعني التسعي ورا ما بدي أقول إنه انصدمت بالحب أنا فهمت المشكلة بس بدي وجهة نظري إنه أنت يمكنك أنت كأمرأة عم بالدورة أو كأمرأة عربية ضاعة بين كيف بدي أقولها؟ ضاعة بين الحديث اللي أنت مريتي فيها والإنترناشنل يعني وحياتك اللي بكذا بلد وفيه انفتاح فيها وفيه شهرة وإنت فنانة وبين مشاعرك اللي عم بتوديك على التقاليد والتربية اللي أنت تربيتي فيها صحيح فمعرف يمكن اخترت المشاعر أكتر وعلقتي بمحل إنه ما أناسب مع الواقع تبعك مراضي عليك مراضي عليك أنت جدا حللت اللي صار معي واللي قاعد يصير معي مشاعري اللي صح توديني على أمور تقليدية جدا أنا أحبها بس واقعي وحياتي وشخصيتي وسفري ودراستي وبيصطدم بهذا الشي واصطدم كثير بهذا الشي استدم بالأخص من الشخص الثاني يعني الشخص الآخر أو ماي بارتنر مثلا بتحس إنه يريدوني يقوقعوك في مكان معين أنا أحب أتقوقع بس بنفس الوقت لازم أطلع في يوم من الأيام مدى أقدر فهي هاي المشكلة الجمع بين اتنين كتير صعب جدا جدا يعني بنفس الوقت هاي مثلا اللي نتكلم عنه هاي مو تحرر هو بس إنه هاي الستايل الثاني ما أحب أكون فيه دائما يعني أحب فتشي يكون معتدل معتدل ممكن أنا اللي ما رحت على أشياء معتدلة وهذا خطأي دائما لأنه دائما أنا أعتقد في أنيرجي يعني مرات كل شيء نريده بحياتنا دي يصير ويانا أنا أعتقد في هذا فأنا قاعدة أجدب نوعية من الناس خطأ في حياتي وهذا اللي دي يوديني على مكان يعني دائما يكون فيه فشل معين بس أنا الحمد لله الفشل ما داي داي يقويني أنا كل فشل أو كل محطة مريت بيها تعتبر مثلا اعتبرت إنه فشلت فيها أو ما صارت طالما سعيت ما بندم إذا ما سعيت أندم إنه ليش أنا كيف ما سعيت أكيد ما حتصير وياي بس لما أسع وأشتغل عليها وما تصير فأقول هذي يا خيرة أو شي مو صالح لي لأنه أنا بصفة عامة إنسانة ما أقذي الناس فما أتصور رب العالمين حيشيل عني شي هو حيكون خير لي بتلاقي إنه الرجال عنده أكتر ما معرف عم جرب بلاقي بالعربي إنه يعني عنده أولوية أكتر أفهمت بهيدا الموضوع قادر يوفق بين الحياتين حيات وبنفس الوقت بتلاقيه لما بدو يتجوز بيرجع على التقاليد وعلى العادات فبتلاقي قادر يفصل بين البيت اللي هو متل ما أنت عم بتدوري على هيدا الحياة اللي هي تقليدية لأنه بتعنيكي وانت تطلعت منها بس نفس الوقت ما قادر يعني ما في واحد يعيش فيها كل الوقت لأنه طبيعتنا نحنا تعودنا أو تعلمنا أو سفرنا أو طلعنا صار تفكيرنا مختلف الرجال يمكن عنده بيضل أكتر عنده حرية بهيدا المجال بوطننا العربي مش عم قول هيدا حق لألو يمكن حق للمرأة متل ما حق للرجال نفس الشي بس بتلاقي إنه عنده الأفضلية بهيدا اللي قاعد يمارسها هيدا الموضوع هو هذا اللي دا تتكلم عنه الآن موجود في المجتمعات العربية الخليجية بالأخص والعراقية كذلك موجود فيها كثير هذا الشي الأم بنو هي ابنها صغير الابن دا يعيش في أو دا يعيش في بيت ما بيشوف غير أمه وبيشوف أبوه مرة بالأسبوع أو مرتين وأمه مع أهلها أو مسافرة مع الأولاد أو مسافرة فهذا الشي تعود عليه فلما بيكبر النسبة له إنه حياة البيت غير حياة بر فهذا الشي دا يعيش فيه من طفولته هو متعود عليه حتى المرأة متعودة عليه المرأة في هالمجتمعات متعودة عليه فما بيصير احتكاك أو مشاكل كبيرة لأنه الاثنين متعودين يعني اليوم الرجل يتزوج يعني من عائلة أوكي كريمة أم ولادة أم بيتها بس عندها حياة ثانية ويا أصدقائها ويا مجتمع ثاني متحرر يقدر يسافر يقدر يجي عندها فرينز عندها جورفرينز عندها حياة ويعتبر هذا الشي كلش طبيعي بس البيت هذا بيت يعني هذا الشي بالنسبة إلى شي ممكن نقول مقدر حياة الثانية ما حد يدخل بيها وعندها حق فيها هو بالنسبة له عندها حق فيها والمرأة ما تتكلم بس صعبة أنا ما أقدر أكون في هذا هذا الشي يعني صعبة لأنه ما عشت مثل هاي الحياة أنا عشت طول حياتي أماما وبابا ويايا في كل مكان ما عايشين مع بعض ويعانون مع بعض ويفرحون مع بعض ويرتاحون مع بعض فما عايشة هاي الحياة طبعا أنه الرجل في مكان والمرأة في مكان وهو يسافر يروح مثل ما يريح وهي مانكو هي تشيشي المشكلة أنه هلأ الرجال صورة المرأة عنده اللي بدوا يتزوجها هي صورة أمه واخته صحيح بس لما بيكون عم يطلع برة بيكون مع أصحابه وعنده جيرفرند ما بتقولي وبشوفوه open minded صحيح وهي's very nice لحظة الزواج بتلقوه اختفع يعني ايه لحظة الزواج ولحظة العائلة بعد الزواج يعني لما يكون عائلة والأطفال هاي لحظة بالنسبة إلى مقدسة وكل شيء يسويه معه ومع صديقاته وأصدقاءه هو عيب وحرام على زوجته وعلى أخواته هذا نوع عرف صح وبالحياة الثانية عنده شخصيت شخصيتين ولذيذ يعني ولذيذ جدا وطيب وحبوب وكل شيء لأنه هاي طبيعته هو هاي طبيعته بس مش قادر اجتماعيا يكمل فيها للآخر ومش إن هيك مرات تجي الصدمة وخصوصا من البنات الأجنبيات بينصدموا يعني طب هيدا كان بحبني كان لذيذ ومهضوم شوي اختفى اختفى لا لأنه هو هذا يعني هذا المجتمع صحيح بالنسبة للأجنبيات يعني يستصعبوه يعني في اللي بيستصعبوه في اللي ذكية وما تفكر بمشاعرها تمشي فيه إذا هو هذا لمصلحتها طب المرأة العربية اللي هي ما عم تعمل شيء غلط بنفس الوقت ما عم تظل بهيدا يعني شايفي أخوها وشايفي يمكن كمان عم تقدر تطلع وتنشهر وتكون ناجحة اجتماعيا حكمت مثل ما في مرأة عربية بهذا الموت أكيد فيه رجال بهذا الموت يعني كمان درسوا وعايشين بين أمهم وأبوهم ومتعلمين ومثقفين وعند احترام كبير للمرأة يعني ما في احنا ما نقدر نتكلم انه نروح اكستريم يعني انه كل رجال شايفي أنت وقعت فيها أنا وقعت فيها لأنه رح توقع فيها يعني إذا كانت شاب أو بنت كمان رح يوقع بالموضوع ما هو الشاب وين بيوقع فيها بيكون سعيد مع المرأة اللي هي تنقول من ناس بيومياته وحياته وهذا الأمور لما يروح يتجوز هو إنسان مش سعيد مرات بيكون طبعا بس هذا الشي الكل ممكن يمر فيه احنا اليوم أي إنسان متحاثر وغير متحرر ممكن في يوم وليلة حياته تتغير بلقاءه بشخص تاني في حياته متزوج أو غير متزوج ممكن في ثانية حياته تتغير لما يلتقي مرأة أو رجل أو مرأة تحب رجل أو رجل ممكن حياته تتغير كلها كمبليتلي احنا الحياة في هذا الناحية هي بعبارة عن مغامرة كم سمعنا رجال صار لخمسة وعشرين سنة ثلاثين سنة زوج أو عايشين حياة طيبة في يوم وليلة لقى واحدة تعرف عليها شهر وحبها وتزوجها وشال كل الماضي اليوم هدول اللي تتكلم عنهم اللي تتكلمنا عنهم الرجل اللي يروح يشوف البيت والأهل العاقل والذكي هو اللي مثلا بالنسبة لهم هو اللي ما مثلا يطيح أنه يصير يقومت للحياة الثانية مع شخص ثاني في الحياة المتحدة أنه يبقى مثلا بس يدخل ويطلع بسرعة بس في كثير أنه لا مثلا واحد عايش أو أهل زوجوه بعد عشر سنوات خمسة عشر سنة كل ما بيكبر كل ما بيصير أنجح كل ما بيشوف الحياة يقول لا أنا غير مستعد أكمل في الحياة مثل ما يقلت مو سعيد مو مرتاح فيروح يشوف شي على ستايل الجديد اللي هو يبقى غيشة ممكن يترك كل الماضي وكل أهل ويروح لل ميو لايف مع إنسانة ثانية فما نقدر إحنا في جميع الأحوال ما نقدر نخصص أو يعني نقول أنه هذه قاعدة أنه رجال بحياة مغامرة حياة ممكن يصير فيها أي شيء لأي شخص مننا أي شيء ممكن يصير كل شيء ثانية يتغير تتغير حياتنا أنا أعتقد أن هذا تندمي على الوقت اللي طولت فيه مش ما بدي أقول اللي مريتي فيه لأنه كان تجربة وكنت حابة تفوتي فيها بس أنت قاعدت فترة طويلة يمكن خففتي من شغلك وكنت عم تدوري على نعم هيدا المكان الوقت يعني 4-5 سنين نعم ما بتلاقيه طويل يعني قديش أنت كنت عم بتحاربة لتنجحي هيدا الشيء مو هو مثل ما قلت يعني بيصير فيه الكثير من الأشياء بتصير في هالفترة أنه أنا إنسانة قدعة يقولون عني أخت رجال ما أعوف أو ما أترك الشخص اللي أنا معاه في وضع يكون هو محتاجني محتاجني معنويا محتاجني وهو دا يمر بظرف معين ف كثير جاني هالسؤال مش هذا ليش طويل إنه كان ممكن بعد 6 شهر بعد سنة بس ظروف كثير ما أقدر أتكلمني لأنه جدا ما تخصني تخص الشخص الآخر بس هاي من الأمور مثلا اللي إيه أقدر أقول إنه ما أندم عليها صحيح مثلا ما أندم عليها إنه أندم على الوقت بس ما أندم على التجربة أو الأفعال اللي سويتها إيه بس الوقت إيه مرات تعرف الوقت أتمن شي بالعالم هو الوقت ما في أهم من الوقت الولاد أو مثلا حبيك أنك تجيبي أولاد هل هو هيدا الشي ممكن بيسرع وخصوصا عند المرأة إن تترك الكرير تبعا تترك مجالة بالشغل وتقول أنا أنا بدي stop بدي أجوز بدي أكمل بهذا الموضوع قلت لك هاي صارت معي فترة إنه أترك بس لا لقيت إنه تترك مو الحل إنك تترك حياتك وشغلك وبعدين يعني إنه وراحت هالحيا تشح تسوي ترجع تعيد كل شي من أول وجديد تتقمصي مرتين ما أنصح فيها ولا أمرأة يعني ما أنصح يعني بالأخص إذا مدى تسوي شي غلط يعني مدى تسوي شغلنا يعني سامي يعني الفن شي سامي شي يعني حلو فما تصور نسوي شي غلط أخذت بريك وقت ممكن الواحد ياخذ بريك بس هي طول الوقت اللي كان الغلط شهزا أنت هلأ وين عايشي؟ بدبي بدبي ومقيمة بدبي نعم وأنت سفرت كتير أنا أسافر يعني أسافر كتير وآخر فترة أسافر أكتر للعراق لأن بحكم بحكم شركتي اللي اللي سويتها قبل سنة اللي هي شركة وشركة مهرجانات وحقيقة هدفي بالعراق أنه أحيي شوي الوضع الفني بالبلد من خلال تنينشنل فيستيفل من خلال إيفنتات يعني أو فعاليات تقافية وفنية يكون إلها وزن مثل في الإمارات مثل في لبنان فأنا نعمل على هذا وأول مجال قريبا بآخر شهر واحد هو حيكون إراك إنترناشنال أورد اللي حيكون مثل جوي أورد مثل لزوسكار بس يعني حيكون بالعراق مع حضور نخبة كبيرة جدا من فنانين عرب وممثلين لأول مرة حيكونوا ببغداد فأنا حابة أنه عرف كل الناس على العراق وعرفها على بلدنا وعرفها على حضارة العراق بالأخص أنه الحمد لله اليوم الوضع صار أحسن بكثير والفترة الجاية العراق حيكون لها يعني حتسمعوا عنا كثير قصص حلوة فحابة أكون أنا من الناس اللي يشتغلون على هذا الشي نايس أنت بدايتك بلشت بلبنان من ستار أكاديمي وين كنت عايشة بهذه بوقتها؟ بيروت كنت عايشة بلبنان قبل ستار أكاديمي؟ قبل ستار أكاديمي قبل ستار أكاديمي كنت أحكيلي شوي عن حياتك كيف بلشت أنا تولدت بالمغرب ودرست بين المغرب بعدين كملت دراستي في الجامعة في فرنسا في الماجستير توريزم وتوريزمي وتوريزمي انترنسونال وبعدها بس خلص الدراستي سويت استار أكاديمي لأنه يعني الوالدة بالأخص يعني أنه دائماً عندنا في العائلة عندك موهبة عندك شي خلص دراستك بعدين مر لشي ثاني إذا إجتك الفرصة فهي صدفة كانت لأنه أنا سويت سوبرستار قبل وما نجحت وصويت قبلها برنامج في المغرب فزت فيه بس ما سوى سوى شي وصارت موضوع ستار أكاديمي بالصدفة وشاركت وليس كنت أشتغل كنت وقتها أشتغل في شركة عالمية مالفندقة وطلبت إجازة بدون راتب طبع أسبوعين ثلاثة أقلت بروح أكاس درفة في لبنان وأرجع رحت برجعة رسمنيها طبعاً بذلك دائماً بقال لك أنه حياتنا ممكن تتغير وأنا من نوع الناس اللي القدر كثير غير في حياته فذات سواي عم بقول مع نفسي إن إذا رب العالمين ويعني في يوم وليلة غير حياتي من إنسانة بسيطة وعادية إلى إنسانة مشهورة في كل الوطن العربي في فترة وجيزة جداً وإسمي صار بكل مكان وكتاب إلا إذا إلا إنه في هدف معين فهذا لذلك لقد قالت شابا لديك 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 أول شيء أهلي كيف كيف كانوا متقابلين لفترة النجاح وفي الفان جداً كانوا سعيدين وكانوا مبسوطين وكانوا فخورين بالأخص بي إلى اليوم الحقيقة دائماً فخورين بي وهم مع كل خطوة أخطيها يعني أي خطوة أخطيها يعرفون ويحسون بمرات بألمي يحسون بحزني وحزني وأنا ما أحب أبين ضعفي لهم يعني لما مثلاً أكون مو مرتاحة وكون مو زينة أهرب ما أحب أتكلموا إياهم حتى ما لأنه تعرف الأم تحس حتى الأب يعني حسون بأولادهم فأختفي أنه بعدين عرفت بالأخص صوت ما أحب أتكلم لأنه ما أحب أدوجهم ما أحب أزوجهم خصوصاً الأم أكيد رح تلاحظ طبعاً أم أنه صوتك مش عجبني صح فقدر الأم كان لما ما أكون مرتاحة أختفي ومرات لا لما أشس نفسي أنه زودتها برجعت كده أتأمثل أنه أنا مرتاحة وأنا زينة عشان ما يحسن أهلك عايشين بالمغرب بروح بروح طبعاً كنت في سبتمبر هناك وعندي أخوي أهمين هناك وبتلاقي إنه هيدا الشي ممكن كعالم تحكي إنه عراقية ولا مش عراقية بالشخصية إنه كتير لا إنه أكتر أجنبية أو مغربية والله شوف أنا نسألت كثير هذا السؤال جاوبت عليه أنا عراقية مغربية يعني نقطة على السطر يعني ليش هذا أنت عارف يحب التملك نحن ما نحب أعرف بس قصدي يعني أنه اليوم أنا أنا أعاني من هذا المنضوع على فكرة سواء من المغاربة أو سواء من العراقية أعاني مرات يعني ممكن أي أحد بهالدنيا اليوم ما يتزوج من نفس فصيلته وما يتزوج من نفس الجنسية مالته واليوم على حسب مثلا أنا اليوم تولدت بالمغرب وعشت بالمغرب فترة فكلامي كله مغربي ثقافتي مغربية أكثر بعدها بفترة سافرت فرنسا وبعدين صرت في الشرق الأوسط صرت كنت بلبنان عاشت بلبنان فترة بعدين جيت على دبي وبعدين صرت أروح العراق أحكي كثير منيح بتحكي عراقي منيح أحكي عراقي طبعا طيب أنا أحب الحكي العراقي أحكي عراقي لا هو هيدا السؤال تنسألي مش أنا أنا بعرف كل مرة بتنسألي هيدا السؤال بس هو عن جد في عالم بتحبك أو أكيد بس هني بدون يقولوا مش عراقي لا يقولوا عراقية أو لا يقولوا مثل عندهم غيري عليك هيدا الموضوع أنا بوث أمي مغربية بابا عراقي ما أقدر أنا أقول لا أنا عراقية فقط أو أنا مغربية فقط أنا بوث الآن أنا آخر فترة تواجدي أكتر في دباي وتواجدي أكتر بالعراق بحكم شغلي بحكم البزنس اللي عم بعمله بحكم يعني هواية شغل عندي بالعراق أكتر من المغرب لو عندي شغل بالمغرب كنت رحل بروح بشوف أهلي عرفت بس هذا لا يعني أندي جمهور مغربي كبير وحلو بس أنه ماي لايف أكتر في الشغل يعني أنا عايشة في دباي فحتى أنا لا مرات لا أتكلم مغربي ولا عراقي فهذا لا يعني هو بالعكس أنا أحس شي جيد شي صحي لأنه أنا إنسانة عندي مزيج ثقافات هذا يعتبر مزيج ثقافات كوني أنه مثلاً أقدر أتكلم أي لهجة أتكلم لبناني وأتكلم عراقي وأتكلم مغربي وأتكلم خليجي نحب الموسيقى الموسيقى ما إلا لغة ما إلا لهجة موسيقى موسيقى اليوم إحنا دا نسمع أغاني اليوم هاي مثلاً جيروساليما هاي لكل عشقها وإحنا ما نفهمين ولا كلمة أفريقي أفريقي الغناء الموسيقى ما إلها مو لأنه غنت بالمصري أو غنت العراقي أو غنى الموسيقى عالمية الموسيقى الشي روحي فما عندي مشكلة طالما أقدر أغني وأحب أغني كل الإقاعات على فكرة بعد قيام هاتسمعوا أغنية عندي ديو مع فوديل هاي الناس هاتسمع شي أول مرة هاتسمع إقاع جديد إقاع جديد جداً راي مروكن لهجة بيضة ريميكس دي جي يعني حيشوفوا شي هذا لا يعني هذا الشي أنا ما ما أعرف لا لا أغنيتها والناس هاتشوف يعني فد شي كلش حلو أحب أغني الإقاعات أحب أغني كل لهجات أعتبر أنه مو اللهجة طالما أنا أعرف أغني إسباني أغني فرنسي أغني إيطالي أغني وهاي أنا أعتبرها موهبة مو أي حد يقدر لها مو هاي لا أنا عندي ستايل معين طيب جيد جداً طالما ناجح فيه بس طالما أنا رب العالمين أنا أعطاني موهبة أنه أقدر أغني كل مزيج وكل نوع الأغاني فبالعكس بس أنا لأنه ممكن ده قسر قسرة شوي أنه مدى أغني أكثر مدى طلع على الجمهور وهاي أنا يعني وترد الكل يعني لأنه كل الجمهور عنده تحب كبيرون معين طالما عم نحكي عن البلاد فيه متلت هيكي رسمته أنا متلت متلت شوي حزين أثر فيي لأنه بستضيف كتير ناس وخصوصاً أشخاص صغار بالعمر يا أهلهم يا هنة عاشوا مرحلة لأنه تركوا العراق وهربوا على سوريا وبنفس الوقت يعني تغربوا من العراق وعاشوا بسوريا على تركيا. شو بتقيل لهم الاشخاص اللي تغربت? ولا الغربة مو سهلة. الغربة مو سهلة على اي احد. يعني مثل ما قلت هذا المثلة يعني معروف يعني انه حتى هالبلدان يعني هوايد تعاني بنجاديات يعني لا ثقافتها في هالبلد ولا هيدا. بس يعني هذا الشي بحكم كل الاوضاع اللي صارت. اكو اغنية ذكرني مال رائع فضل شاكر. فاللينا وبائب عينينا اشواء خاكين. ومن اسوت هالدنيا علينا بكينا البكي. هيدا مش اول ودا علينا مرأ. كم مره هوا ناضا من دا ونسرا. فهي معطا. هاو. شكرا. يعني هاي مقطعة يدل على اكويد الغربة مو سهلة وكلنا متغربين يعني انا متغربة وانت متغربة. يعني اغلبيتنا مو بلدنا الاصلية. بس نتعايش يعني شو يعني هاي هاي الحياة يعني. واو نايس. شاذا طالما غنيت لفضل شاكر فيه هيك حكم على فضل شاكر يعني ان حكمنا علىه بمؤبد. بغض النظر شو هو. آآ راح يعني انت قلت الفنان ما لازم يمكن يكون عنده انتماءات سياسية. الفنان لكل الاشخاص. صحيح. بس كمان يعني ما فيه انه فيه لازم تلاقي انه خلص سماح يعني. بكفي اللي مر فيه. هو غلط غلطة. كبيرة. ممكن اي واحد ينتمي لايش يريده. بس مع نفسه. بالاخص اذا انت مشهور او معروف. كل واحد عنده الحق. انه يقرر وين يروحه اي وين ينتمي. بس طالما انت انسان معروف وعندك آآ آآ جمهور وناس تابعك وآآ متابعين. ما تقدر آآ ما تقدر آآ ما تقدر تقنعهم باشياء آآ آآ انت مآمن فيها ومقتنع فيها. هاني شي كل شي خاصه بالارهاب وكل شي خاصه بالسلاح وكل شي خاصه بهذا ممنوع. على اي احد يتكلم فيه ممنوع على الفنان نفسه. فنان انسان مرهب بالاحساس. لما نغني نغني باحساس نغني للحب نغني للعشق نغني للشجن للحزن. وبالاخص فضل يعني فضل من الاصوات اللي ما اجي غيرها وما رح يجي. متبه. متل ما في كثير ناس بالاخص في لبنان هما الى اليوم ضد. انه فضل شاكر يرجعوا محاربين هذا الشي. تأكد انه في كثير ناس مشتاقين لصوته وإلى اليوم ده يسمعون صوته وإلى اليوم بيقولوا حرام. ما هقدر اقولك انه هل بع الوقت يعني الناس هتنسى. ممكن ممكن. بس يعني هو يعني الواحد ما لازم يدخل ابدا حقيقة بهالامور لانه جدا تأثر على وضع الفنان بجميع الاحوال. قدي الاشخاص بيدخلوا بحياة الشخص حياته الشخصية يعني بالجمهور تقول جمهوري. قدي عم بيأثروا عليك وعلى حياتك الشخصية او عم ياخدوا حكم معين يعني بيقولوا بيصيروا يربطوا خلينا نقول اه يمكن اصالة يمكن اه انتي مريتي بتجربة بعلاقة اه حكيتي عن فناني شو اسمعه? اي واحدة من هاي اللي حبت اه. شيرين. شيرين. اي شيرين. اه يعني طب انسان بيغلط. هلا لك موضوع فضل غير موضوع. اوكي انا مابقول. بس الانسان ممكن يغلط بعلاقاته الشخصية بحياته شخصية. على اي شخصية غير الامور السياسية والدينية. اه اه الامور الشخصية وحتى الامور اللي تسويها لنفسك يعني اه في كثير فنانين اه كانوا ياخدوا ممنوعات. دخلوا السجن عليها ورجعوا نجوم. السجن. الناس غفرت له. اه. انه هما الشيء صار يعني ادمان معين عليه. هو اه اه اذى نفسه. اوكي. وانفضح و اه ودخل السجن ودخل هذا والناس اه سامحته. نفس الشيء بالنسبة للعلاقات يعني الحب والمشاكل وهذا هاي الناس ما ما تأثر كثير على الفنان. يعني لانه بالعكس الناس تحب هاي القصص. اه. بالعكس هدول القصص في اميركا كانوا يشتغلون عليها. ايه طبعا. يشتغلون عليها لانه بتعلل اسهم. طبعا. اما الامور الثانية هي اللي صعبة. اما هاي الامور بالعكس يعني يوم شيرين تأكد بكرة حتسوي حفلة بتوبايا وتسوي حفلة بتولى ع الديناء. هتولى ع الديناء. هذا الموضوع ما ما اثر في نجاحها. اه لان هي حكت فيه. بس مثلا انا اختفيت ما الناس ما عارفوا وين وين اشتغلت. هي لا بس وهاي ضرب ذكاء كذلك. يعني باد نيوز جود نيوز. يا. طب فيش في يعني في اشعات. في باد نيوز. في اشعات اه لا انه بتكون باد نيوز باد نيوز. يعني خلص بتأزي وبتأثر على السمعة. اكيد. او تعرضت الى اشعات خليني نسألك. لا الحمد لله مو درجة اكيد اشعات زوجت و وعلاقات ودنيا وهاي بس هاي ما تأثر يعني انه كل فترة يتكلمون. يجاوزوك بطلبة. ايه. هاي ما تأثر بس يعني اشعات اه كلام كلام وخيالات و اشياء. صار ما تأثر بياه المواضيع. قبل ايه ليش وانا وانا. بس شوف اهم شي الواحد يكون ضميره مرتاح. ويعرف. اللي دايسويه مع نفسه مو غلط. او مدى يقذي احد. هناك تأكد انه اي شي بعدين يتكلمون فيه ويقولون ما يهمني. واللي يريد يصدقهم يصدق. ما ما اريد هذا الشخص اللي هيصدق كلام عني. ما اريده بحياتي. بالاخص اذا يعرفني واذا يعرف شخصيتي ومعاشرني. يعني ما يهمني انه اكون معه. اصحابك شازا قدي شو السيركل لاصحابك قدي بتعديها يعني سيركل كبيري دائرة كبيرة دائرة صبيرة. انا معارفي كبير. عندي معارف كبيرة في كل وطن عربي وفي العالم يعني. I know a lot of people apart from being artist يعني بس انه اعرف الناس هوايه بحياتي معارف. بس السيركل ما الاصدقاء فاري فاري سمون. في سيركل الكلوزست اللي هما القريبين جدا. ما ينعدون بالايد الوحدة يعني. وبعدها في الاصدقاء الونيسين يعني هدول اللي مثلا ممكن نروح مع بعض ممكن نلتقي بيفانت مع بعض ممكن مثلا حابين ننبسط انه يجوني البيت روح لهم بس يعني ممكن ما ادخل معاهم بحياتي او. ما بتخبريهم كلشي عن حياتي. مش ضروري. ولهم ما ممكن يخبروني عادي. متكلم متكلم متكلم. ما بتنصدم كتير من من اشخاص. كنت. ما ما بتنصدم من اي احد. شو اللي تغير شو. ما هو عد ما بتنصدم. انا بدي انلك يا. هاد ما بتنصدم من اقرب الناس اليك. صار اي شي يجي. خلاص يعني تقول هاد هاد الناس. الناس كده. يعني ما تقدر تغير الناس. بس تقدر تغير نفسك. ما تقدر تغير اه انه الناس شنو ممكن مثلا تقديك او تقدر تكلم عنك او تقدر هي تكون شخصيتها. بس انو انا طالما حط لوحي شي ما حاشي بيأثر فيني. اللي اللي زعلانة مني تزعل. اللي مبسوطة مني تنبسط. اللي صار ما يأثر. اللي تبي تتكلم تتكلم. بس قبل لا قبل انت انزعج وكنت من النوع القاسية جدا صديقاتي يعرفون يعني جدا صعبة. كانت يعني انه اللي سوت شي اه شو سويت وصريخ وهذا. ما اسكت على حقي. وما اسكت على الظلم الى اليوم يعني. عند حد يظلم. يظلمني او يظلم احد قدامي ما اسكت يعني جدا هتأثر احس نفسي اه هي شي اه اه فرت ما اقدر اغضب. انت من نوع اللي بيفتح قلبه للاشخاص بسرعة. اي 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 جدا ما قلت لك انا مطولة خبيط. بس بصير واحدة عن جد يعني انت بتقولي بان اثر فيك بس فير واحد يلي يزغر النائرة. بس اسهل شي كل ما بتصغر كل ما بترتاح كل ما بتعرف انه هدول الناس احبهم على قد حبي هالحب اللي انا مخليه ما بصير انصدم اي شي صير مثلان صار حديد صار كلام صار اي شي صار ما انزعج. ممكن ابعد على كيفي على مزاجي. يا ابعد لا اذا بعدهم ما تشوف لا بيبسطوني بنبسط معهم ممكن على قد الونسة مثلا على قد طلعة الدينر او الايفانت او هيدا خلاص. طب الشخص اللي عم بدوري عليه شريك الحياة المستقبل ان شاء الله. انا ما بدور عحده هو بيدور عليه. المواصفات المواصفات. راح تكون نفس الشي على يمكن شخص يكون مناسبك اكتر بس على نفس المواصفات اللي مريتي فيها التقليدية اللي هي هل انت مستعدك كمان ترجع تترك الفن اذا لأيتي شخص. لا 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 لا. تغيرنا. ما رجع الفن لا لا. والله شوف حابة انسان متفهم حابة انسان عنده ثقة بنفسه. ناجح. انسان ناجح. وعنده ثقة عمياء بشغله بنجاحه بنفسه. وكون فخور بي. ما ريد واحد يغار على من نجاحاتي او يغار لما اطلع ويا واحد يجي يصور ويايا. لا. وتشز هذا الغلط اللي كان يتسوق قبل. لانه كل ما يكون انسان ناجح بشغله بحياته بيكون فخور فيك. واذا ما غار بتقولي ما بيغار. لا انا ما بحب الواحد ما يغار ابدا. اصلا انا ما تخاف علي. فخليه غار غسمان عنه. عندي خيال واسع. تعرف برج الحوت. خيالهم واسع. بصير اخترع قصص. بوصلوا على الحفة بقولوا رجع. بس انا ما بحب كتير اوكي غار علي بس ما يشنقني. ما اقدر ما حب ما اكتر اختنك. اهرب اهرب. اهرب اكيد. طيب خيال تاما ان شاذا قلتيني عم تصوري غنية جديدة. صورت. اه قريبا جدا حتطلع ان شاء الله. على السنة جديدة ان شاء الله تكون فاتحة خير علي. ان شاء الله يا رب. وده جهز الابوم اردي سجلنا اكتر من اغنية بين مصري وبين خليجي. ولبناني قريبا. وغديو اغنية جديدة ان شاء الله. اغنية جديدة ان شاء الله في العراق. كمان عندي شغل. و بس. طابعا من ميزينك. بتمنالك كل توفي. شرفتيني. و الله يسنك. ومبسط انو شفتك مرة تانية احنا اشتغلنا سواء من فترة طويلة. صحيح صحيح. احنا عشرة عمر. صح. و كتير انبسطت بشغلك. ماذا تفعل. انت ماشي مع الاجواء. مع الاجواء. بصوت مع التراني. برابو. و ان شاء الله قريبا يكون عنا شغل سواء في الفوتوغرافي. اكيد. اتمنى. اتشارك. شكرا. 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 شكرا.